لماذا كي يكموها المعارضة وحتى الموالون حتى ما تهدرش بمرة ها هو قال أنا عندي قربولة وعندي ورق وعندي وطائق عندي الفساد اللي كي نخر البلاد سبب تعطل الدولة هذا هو أخطر ما كي في القصة هو أن النصف دي الحكومة المغربية متورطة في تضارب المصالح والفساد ها هو طالع في الأرقام حديث عن الفساد كل شي بغي حارب الفساد وأين هم المفسيدون هم الصحفيون هم الحقوقيون هم المفسيدون في هذه البلاد قصتكم تعرفوا بأنه اليوم نعيش مع أسوأ حكومة في تاريخ المغرب نقول لها شخوتي والله تبيبونتها المسؤولية خوتي المغربة حياكم الله حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسبوع في حلقة هذي الأسبوع عرف العديد من الأحداث طبعا كنا أحداث نولناها بالتفصيل يعني الممين من قضية ديال سعد المجرد ولكن كنا قضية أخرى اخترناها لكم في هذه الحلقة فضائح بالجملة نولنا الموضوع ديال المحروقات والملاسة لدي الأحد البرلماني وبالنظر لأهمية القصوى لهذه القضية أعترنا على أنه في هذه المحطة العدولية دمن هذه الحلقة غد نقشو أحد الحكم حكم قضائي يعني يعجز اللسان على الوصف دياله مودان فيه أحد المسؤولين ديال إحدى الجامعات المغربية باستشهر موقوفة التنفيذ ثم نقف عند فضيحة أكبراء جرحت مشاعرنا الوطنية والمهنية يتعلق الأمر بأحد المستشمرين الكبار المعروفين بالمغرب ظهر في مشهد مخجل ومهين مهين بكل يعني كلمة لمشاعرنا الوطنية ثم نقف في هذه الحلقة بالضرورة عند فاجعة فاجعة كذلك تسيء للمغاربة وللوطن المغربي الأمر يتعلق بالمترشحين لامتحان ديال الأهلية ديال المحامات هذا الموضوع اللي كعرف اليوم تطورات فضيعة وفضيع جدا غد نبدأ أخوتي المغاربة نخلي هذه ديال المحامون وهذه ديال هذه المحروقات وهذا التلعب في الفواتير هما الأخرين غد نبدأ أولا بهذا المشهد مشهد هضرت عليه ولكن أعطرت نجبدو لأنه موسيء لنا المستثمرين أخوتي المغاربة هم واحد الناس مهمين في البلاد الاستثمار واحد من الواجهات الأساسية باش كندوروا لنا عورة بالدريجة المغربية من يكون عندك الاستثمار بمعناك تخلق فرص شغل من يكون عندك فرص شغل بمعناك تمتصل بيطالة من يكون عندك الاستثمار بمعناك توفر واحد القادر ديال الفلوس كتصوب طرقات كتبني المدارس كتبني المستشفيات كتشري الأسلحة كتواجه الحياة بشكل عام عندما تعظموا الاستثمار أو كتهركوا الاستثمار معناها كتحكم على الدولة المغربية تواجه مشاكل واحد من رموز الاستثمار في فاس بيصر في النظر ما عندناش فرصة ولا معطية كاملة باش نقيموا الأخلاق ديله ولكن ليه كنعرف وليه على أنه واحد من الفاعلين الاقتصاديين الباليزين في مدينة فاس أمر في غاية الرعب والخطورة مهم كش ندوزوا هاتشي الجوجد الاعتبارات مهمين علاش رجعت لهذا الموضوع الموضوع الأول هو أن هذا الشخص برلماني يحمل صفة برلماني ممثل الأمة ونائب العمدة في فاس ورئيس اعتقدت من الجهة ديل المستثمين أو ديل السياحة تصوروا واحد بهذا وواحد من القيادين ديل حزب البام يعني معروف أنه من حزب البام لأنه سقط سهوا في الحلقة الأخرى قلناه في حزب السيقال هو من القيادين ديل البام فرجعت الأخوتي المغاربة أولا لأن الملك محمد السادس في خطابه أعتقد توراة الملك والشعب أو خطاب العرض تصوروا ذبا من عجائب وغرائب هذه الدولة السعيدة رئيس الدولة ينبيه الفاعلين والحكومة إلى ضرورة إلى أهمية الاستثمار باش ندوروا الناعورة ولكن كيبالك أنت مستثمر كي تبهدل بحل شي شفار بحل شي عفوان تالشفار ما يخصوش يتبهدل يبشي يخصو يتطبق مع القانون ولكن ما يخصوش يتبهدل تالشي واحد كيبالك كي تبهدل النقطة الثانية واللي مهمة جدا في هذه الفيديو علشان عرضه عليكم مرة أخرى هو أن هات سيد كنت ملي حزب البام والبام كيقوده آمين عام هو وزير للعادل ونطر حدنا سؤال علش هات سيد هدا ما كيحميش الناس معه اللي في البام علش هات سيد هدا هوقعنه مع المهاجري واحد من القيادات البارزة واللي اعطى واحد إشعاء كبير حزب البام تم دبحه بطريقة مفيهاش القرام ديال القانون وديال الأخلاق الوهبي هيقول للبرلمانيين هذه النقطة تقول لهم البرلمانيين واجبكم انتقدوا الحكومة لاش تشيحوش الحكومة الشيادية انتقدوها البرلمانيين دورهم الأساسي هو في تمتيلهم للأمة من خلال نقض الحكومة وتوجيهها وإطارة الطباية انتقدها المهاجري فتم إعدامه وإهانته إهانته أمام الانتخبه وإهانته أمام المغرب وبتصغير وربسكين مهاجري محقور وممثل الأمة المغربية يحلي ومقش كيكموها المعارضة وحتى الموالون حتى ما تهدرش بمرة المحطة الثانية واللي كذلك اللي مهمة هو تسيد هذا ديل الباب وتكرفسوا عليه تصور مستثمر يحملوا صفة برلماني نائب العمد رئيس جمعية مقاول مخدمش حد للأسرة المغربية ما يدخلش لواحد اللي قائفي وزير مع الوالي ويدخلوا عبادنا هدفوا لن ما يدخلش عندي يعني إهانة ما بعدها إهانة شوفوا هذا الفيديو أخوتي المغربة شوفوا شوفوا كيف مشهد مخيف أنا بأخوتي هذا مشهد هذا وش هيدين مشهد وقالك عنده قنبولة وعنده معطيات وعني غادي نطلق قنبولة وغادي نقول الحقائق وعندي تحجاج الحمد لله كون مكريش عنده القنبولة غيقولها دب هالقنبولة وهالمعطيات شكلها يقدر يبشيلها شكلها يقدر يبشيل القنبولة هيبشيلها مولة 17 مليار درهم ومولة 40 مليار درهم هيبشيل هادك اللي دير طنوبيلات ربع ثلاثين مع ثلاثين شكلت له ديسك ثلاثين مليون أورو هادك الوزير اللي هو في القطع العام وعيد العام القطع الخاص اللي هو دير شريكة فيها دب ها هو قال حقفكم أخوتي المغاربة ها هو قال أنا عندي قنبولة وعندي ورق وعندي وطائق عندي الفساد اللي كنخر البلاد سبب تعطل الدولة سؤال شكلها هو المسؤول اللي غايبشي عدي يقوله آجي أعطينا ذاك شي واشغيبشي عدو المولة 40 مليار درهم واشغيبشي عدو اللي شارك طنوبيلات واشغيبشي عندو اللي مخدمة راجلها في الديوان مستشار ديالها واشغيبشي عندو بيتحتها Aside los will from the haven واشغيبشي عدو ذاك اللي قالهم المغاربة 300 مليون الرباح 300 في المياه والجشاع واغا تسقفوا المحروقات سعان تسقفوا أسعار المحروقات لأنه زادت الأرباح 300 في المياه واشغيبشي عندو قولوا ليش كون ده بها ده أخطر ما كا في المغرب الفقيلين سنوا باراك estavam وداخل الجامعة وبالغر ديالو كيفشي عجا تكون عندو الباراك ده أخطر ما كا في القصة وأن النصف دي الحكومة المغربية متورطة في تضارب المصالح مرة مخدمة رجلها من المال العام مرة مخدمة رجلها من المال العام هنقول لكم ما دي بدأ واش كتعقلوا على فرانسوا فيون رئيس الوزراء كان أكثر الأوفر حضا اللي غيخلف ساركوزي شنو ديرولو إلي عقلتو أخوتين مغاربة عتوقيلا وقدينا بخمس سنين كان ضنهو المرة ديالو كان برلماني وكان أمر جاري به العامل فرنسا برلماني قد يكون عنده الكاتبة ديالو تصور أخوتين مغاربة باش يطيروه شنو قالوا له خايكو القانون الجاريب الأخلاقيا غير مقبولة وبشاتلو الرئاسة دي الفرنسا لأنه مرتو كاتبة ديالو هل يخدم مرتو كاتبة واختو مديرات الدول وكيش أدنى مشكين في ديالبنات الساعة تصوروا وعطيتكم فرنسا فرنسوا فيهم هذا رئيس مزارة فرنسا كان غير يجين بعد ساركوزي كلفه أن مرتو تكون كاتبة ديالو السيكريتيرا هو كبرلماني كلفه المنصب ديال رئاسة فرنسا ما يدخلش للإيليزي تفكرت هذا الواقع وأنا كنت مع وزيري هنا ديران لهم مستشار الديوان ما يخدموش المغاربة دب حل دب هال أنا غنجي لها المحامون أي خدموها هم وولادهم والقوضات وبعضهم كنقولش كل شي متحبلكم هالشي دي كنقولكم سهل أخوتي المغاربة دب هذا مستثمر تيقول عندي ما أخو؟ دب أنا لو سمعت أنا مستثمر تيقول عندي معطايات ولا عندي القنابل ورح الدولة بمختلف مؤسساتها خصة تستنفر حالة قصوى خصة يدير الجماع بحال ديال عشي ولهاش لأن الأمر فيه شبهات يقدر يتورط فيه بسؤولي كبار ما عرفنا شو علقه وتم ما نحايد ولقه يخر الشيح نشبه ودفع ما اسمعني تشي حاجة أنا أخطر ما كيف المغرب اليوم اللي كيخلع لي ورح خطار هو أن تقول لي بغيتي مبقاش ماشي بيان حقيقة ولا يوضحه وما كيش لهذا رقع واتهامات ماشي أخبار فهديش حال متأك عقل في المغرب كتدي رأي خبار ولو خم فيه لمس بالدم الأخلاقية دم مؤسسة ولا دم المسؤول كانت السلطة ضغية كتنوض الحقيقة الأماوي نبير الأماوي الله يرحمه قال للحكومة شفارة تعالى تقول للحكومة شفارة بعد وضع دخل لمحكامة قول لينا وعطينا ما يتبت الحسنة اللي رحمه قال للبصري قال له أي واحد تبت أنه شفار ما نعقلش عليه تبت قال عابفهم قال عابفهم وحنا كان يجيب دولورق كتقوله شفار كتقوله ياسي عبد لطيف وبي هكا هواتيقة وأنت محامي يا الأستاذ العزيز المال العام المال اللي الله عز وجل أتى منك عليه والمسؤولي أنا ما تنقول لكش درتي حكا نضح سؤال حسن على المال عمت نقول لك خستك تخلص خمسة دلمان يا روس لخزينة الدولة المغربية وهذه الخزينة دي للدولة بهذا كان دويوا المرضى بهذا كان صوبوا الطرقان بهذا كان قره ولات الشعب المغربي بهذا كان نقضوا الناس من تولوش بهذا كان خلصوا الدول الخارجية بهذا كان نقضوا أرواح الناس بهذا كان ديروا السلاح هنا بغيش بعد قياسنا هذا المال العام مقدس أنا ما أعجب والله لا جاوبك وهذا اتهام ماشي خبر مكي يجاوبوش غريب إذا شوش حواش إما هاتش اللي كيتقال صحيح إما خستك تكذب طبعا ما كتكذب إذن شنو كتعني هاد المستوى وصلنا له في المغرب خطار وليه واش غيدي أخير المطعم كنجي كنقولك هاواتيقة مشي الأماوي عقل أنا كنجبت لك ورقة تنقولك ها أنت أشوفها خستك تخلص 4-5 دول ميلونس عندك الفوق خلصت عمليار تتمت كده خالق سوضوا رجال القالون في بشتر بعض الميلونس تكون ضرب هالجيبو أنا كنسور شكون ضرب هالجيبو إذن خست الناس يبيه إنو ما عرف لك يقدر يكون الوزير السيوه بملك المحامي مظلوم يقدر تكون دخلتش جاه أنا كندفع الخزينة العامة ديال الدولة المغرب تواصلت معاك كتبت لك وصحبك أديك فلوس حميد المهداوي اللي جيت من خريشات ديال الواليدية ولا ضارة ولا هذا أنا كندل لك على المال ديال عمر وزيد وخاليد اللي في خريف اللي في طرجة أنا أتجاوبني ما أتجاوبني أنا أديت ليس هالشي لما أتجاوبني كتهين المغاربة ما أتجاوبني تهين القصم أمام المالك لأنك قلت أقسم لأكون وفيا لديني ولوطني ولمالكي والوافاء هو أن متى أشير إليك بأصبوع ومن دائرة شو بخصك تبرأ الذمة ما كتجاوب ليش ما أمعنا أنت أنا داك أسعتني القصم أمام المالك إخلال بالقصم أقسم بالله ما معنى أن تكون وفيا الوافاء شو هو تخدم وتحل مشاكين المغاربة وتوضح المعلوماتها ورهواجب دي الوزير إذن مني ما كتقدمش توضيحات وشروحات مشي أهلا بسألة مشي شخصية معايا هذا كيعني أنه رح إلي ما جاوبتيش معنى أنك شي صحيح ولا كان صحيح سألات مهمتي أين هي المؤسسة الأخرى شو كون يقدر يبرر الفساد شو كون عي يقدر يبرر الفساد إذن من كي يجي هاد المستثمر وكي يقول عندي قلب ولو عندي حجج وعندي وعندي مين يجيب هاد الغذرة غذرة مستثمر في المدينة أقديم ومشي عد لي ومانا ضوله وتمنع بره أقديم إلا كانت فيش حاجة خايبة من شحال هذه ولكن فيش حاجة خايبة وسكتوا عليه المسؤولين فاس علش كنتوا عليه شحال هذه وعنش تلدابة وشنو سبب التوتر الحقيقي أنا ما كان عرفش هذك الوالي ما قدرش نتاهمه العام ولكن كان عرف بشكل عام كنا بعض العلاقات كتكون معاشي مسؤول جماعي ولا معاشي واحد اللحظة كتتوتر صار فيه كان عرف بعض مسؤولي كتوقع هذي واحد اللحظة كيبغي دير راسه عمره ما عارفه وش كيتبرأ منه وش كيبعد عليه وش كيبقعش في بعض المدن كتلقى واحد اللحظة والي ولا عامي معاشي مسؤول جماعي سمنه عسل واحد اللحظة كتشبك بينه تنطق علش شنو كيبقع واحد وقت كتو سمنه عسل وكتو مزياني هتسيد فيه العيب بعد بلك ريوم وش حال دي مكاشكي بلك العيب شنو الجديد دي الأسئلة اللي كتقودنا نقصنا نقلب ولماذا وش بحرط حتي تعينتي اليوم بديتي معه الصداع هتسيد كان فاسيد وكان خايب انت تعينتي اليوم ولي ولا عامل جيتي رقيت اذا كشي ملاكب شنو حقك ولكن اللي رقيتك ما عايش نتويه عام وعامل وثلاثة وربعة وخمسة فكرة الإصلاح بكاش تقارير ما كينوار تلي يوم هكي كتبدا الأسئلة المحطة الثانية واللي ضررتني في خاطرية بزافة أخوتي وممكن لتضر أي مغربي ومغربي كتعرفوا أخوتي المغربة كنقدر القضاة تكون نقول لكم دائما هدا حكم القضائي على رئيس دي الجامعة واعترفة سميتهم بغيش لنا ما عرفش كي يبقي الحكم استيناف لنا هاتشي بقى عنده السيد قيلة البراءة ولكن عن طرحها أسئلة واعترفة فلان هدا المسؤول الجامعي بأنه قام بسحب مبالغ مهمة هاد السيد حكموا عليه باستشهر موقوفة تنفيذ أنا بعد واحد قضية هاد موقوفة تنفيذ كيفير مليكة تتعلق بالمال العام عام الباراء اي ماشي ايدانا بزيانا ماشي هاد سيد بغيته الحمس هالعقل كيفاش موقوفة تنفيذ في المال العام لبحنا كدولة عدنا مشكل في الفلوس وعدنا الطرق هان وخصنا الفلوس ودائما رئيس الدولة كيقول ربق مسؤولي بالمحاسبة ودائما رئيس الدولة كيقول ببعنى قصنا الاستتمار وخصنا الفلوس وكان تحديات وكان تحديات واسب comfortably ما لي قال أين الطروة ببعنى احنا كمغربة نعاني من هاد إشكال دي السريق وعدنا الصوابق وعدنا الخواض وعدنا وعدنا. خاص القضاء يواكب الخطاب الملكية. خاص القضاء احكامه تواكب توجود البلاد. خاص القضاء احكامه توجيب و لا تتماهى. مع الاوضاع و اضوانها خيبة. عندنا الناس تقولوش. خاصهم الطيارة ما كيش. خاصهم لابلاص ما كيش. خاصهم مستشفى ما كيش. اذا اللي حط يدعو المال العام. خاص تقول احكام قاسية بشر يدعو الناس. احنا كنا حطيقول البلاد متدوين عليها في ثلاث سنين. واحد كنقوله قاسل المال العام. يدي موقوف تنفيذ. رأيس ديال. الحديث قاسية. ديال ما نعرف واحدة الجامعة هنا. اربع سنين موقوفة تنفيذ من يش تسمي احترامة لقارنة المرة. موقوفة تنفيذ. هوا رأيس جامعة. اربع سنين موقوفة تنفيذ. واحد مقاطع خره وفي المجلس عام التاني دي البرلمان ربع سنين موقوفة تنفيذ هذا العقل هو 117 مليار دا الهم ومعش حالية دي القرد ما عرف شنو هذا بقي للضمان الجماعي ربع سنين موقوفة تنفيذ الحيدة الحداوي هذا اللي عقل هو ما عرفش حال دي الله ما عرف عام وليش حال موقوفة تنفيذ ما كيهمش أحكام مخفافة ولكن كي تجي تلقى مثلا المغاربة تدوينات مثلا المغاربة مثلا عبروا على سخطهم ونكتل قتل سنين عامين ربع سنين خمس سنين علاش عشرين عام الإخوان دي للريف بصرف النظر يتقيم علاش 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 الموقوفة تنفيذ علاش مليكي تعال أنا واحد السؤال غنطرحه مهم جدا علاش تساهل تجاه المال العام يعروا أساء الجماعات المعظم ممكن يتوحل صارح علاش علاش في المغرب رؤساء الجماعات ورؤساء المؤسسات العموية علاش كيتتابه في حال صارح وإذا ودينو ودينو بموقوفة نفيذ أو أحكام مخففة واشهدام يكيشجعش الناس عل الفساد علاش شوفوا ليش حل مرئي الجماعات في المغرب شوفوا ليش حل برلماني في حال صارح وشوفوا لي يكين الصريقة في المغرب وصريقة المال العام ده الخطورة في المغرب شنا هي كيطلع لك انت فتقرير الدولية المغرب 44 و 90 في الفساد في الرشوام كلاسي كده أتبا فاهموا لي يا قولي المغرب خاصة كي للقيت مؤشر 12 في تنبيه البشرية وذا لقيت المغرب كلاسي 94 في الفساد وذا لقيت في الرشوام كلاسي ما يعني واقعيا وعمليا شخص كتلقى في الحبس عدس كتلقى على الأقل ومشدودين 1-400 ديال الخلق ولا 500 هادوا رؤساء جماعات وضبرلمينة ووزارة هادوا رؤساء وما كيش كتلقى مشدود واحد وعام عدو زهر دا كل مزيكين وقعينها ولا بعش كيش وقعينها والله ما علم منطقيا لقيت هالي الفساد 94 حبس عامر بالفاسدين والفساد ها هو طالع في الأرقام حديث عن الفساد كل شي بغي حارب الفساد وأين هم المفسدون هم الصحفيون هم الحقوقيون هم المفسدون في هذه البلاد الحبسات جمعوا عدد الصحفيين من الحبسات ديالهم 15 العام زد عليها سستشحل ولا لات 21 وخمسة 26 عام وثلاثة 29 عام 29 عام طبعا احنا ربعات الصحفيين أنا وتوفيق وسليمانا دينا 30 عام تقريبا جيل ديال الحبس أعطيها لي محالة بالفاسدين في هذه البلاد المال العام هاي قد طلعي فلوس مصر وقع شكو سرقها غريب هاد الأمر غريب زعم ما هاد الأحد طبعا أنا أنا نتمنى هاد الخبر يكون كدو تسمية سيد مغيرش نجبدو احتراما لقاررة البراءة ولكن حكا نقرر الخبر وأقر رئيس الجامعة أنه قام بتحويل أقرة اعترفها باش بتحويل 120 ألف دلهم دلهم من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي علاش مدعيا أنها استرداد لما لغتي الطراءة إلى إنفاق هالي تسيير المادي أعطيني السنة كوني يقول دب أنت رأي الجامعة شو كزم الفلوسك واصرف على الجامعة أعطيني السنة دا خلي هاد الجامعة هاد الجامعة لي ماداش فلوسها واشي يتموت كيفاش يتمين فلوسه والخوط رافيقين سمع والتتميل وإعلى دون الإدلاء بما يتبيت إنفاقه هالي هاد المبلغ خطارة كيفاش موقوف تنفيد دون الإدلاء بما يتبيت أنه مدلاش بما يتبيت وأوضح حال متابعتنا تحقيق أن المسمى قيد حياته سبق أن وقع له أه شي كي قلق هو واحد الإنسان قال كز الفلوس ديال الميد من الماله الخاص وقالك هالفلوس من الجامعة من اللي يتسولوا عشدت من الجامعة قال مرأة أعطيت الفلوس للجامعة وعطينا ما يتبيت أنك نفقتها ما عنديش ما يتبيت قصوش رمو وقوفة التنفيذ بمعنى الناس كيفاش عاول يفكروا في المال اللي عموا استقبلا تصور أنا جوغناليست أنا جوغناليست كي بغير البلاد كي تكتب بغير المغرب يتطور ما تشيك وقيت القراس كمينط وواحد مثلا تلقاه سارق 100 سارق جوغ المليار تصوروا أخوتين مغربة الأمانة فلوس جوغ المليار وثلاث سرقها وقد لقاه مثلا كي تسير برا وكي لبس قرافاتها وكيش قال لمحكامة تلقى دووز الحبس على واش ما فهمش تعلاش مدووز الحبس علاش دووز تي معه تعرفوا أخوتين مغربة القضاء هو نقول لكم واحد المعلومة شي خودوا الصحافة خودوا الوزارة خودوا كل شي كل شي كل شي كل شي عي القضاء يكون مستقل وقضاء كلهم مستقل وحق الله اللي يخلق هذا الكون يحتي يولي المغرب حسن من المريكان بعض المريكان عي القضاء يكون صعف حيث علاش تصور عندك قضاء مستقل كلهم القضاء مستقلين ويحكموا الفساد الوزير قيدين هكا والبرلمين عي بقيدين هكا والصحافة عي بقيدين هكا كل شي عي خاف حيث يكون قضاء خطير عيش كل يكي يخلق هو من الناس ما خايف لش من القضاء خايفين وحاك يقول ماشي ماشي القوضات كلهم ماشي القوضات كلهم ولكن هو مراهن غي يطيح في شي قاضي أنا كتلقى أي واحد يسرق في شي مدينة ما كي بدي يسرق بعدها تكي حسن راسه دو الشفارة في المغرب علاش الرقم دي الفسات طالع فلوس منهوبة فلوس مصروقة منظمة الدولية كتكلاسينا بلايس خيبين واين هكتقلب في الحبس كين هدا مش دود عن نافقة هدا السياقة في حالة سكر هدا الشي كبدون رسي زيد انتاش عندك تدوينة زيد انتاش عندك تضرب والجرح محامر الحباسات وتصور لو عندك قضاء مثلا في المغرب هكا كي يخافوا من الناس علاش عمار راضي راضي نشوطى الريف فعليش لماذا دا 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 تحديدا لماذا سؤال من الاحقين انا كنتكون في الرباط مزيان مثلا من ان ذاكي البوليسي من ان ذاكي البوليسي قتل بنت وولد في شري العام شكل كان القاضي التحقيق هو نفسه قاضي التحقيق اللي حقق معايا هو نفسه القاضي التحقيق اللي حقق مع السليمان الريسوني مزيان ده بتتبعوني مزيان شنو كيقول هذك القاضي التحقيق في ذاك البوليسي اللي قتل الولدو بنت كانوا واحد الشهود تمى هذك الشهود كذبوا داروا رواية مزورة كذبوا على العدالة وما بلغوش مزيان من بان ذاك الفيديو التاني اللي وضح الحقيقة شو دار قاضي التحقيق اللي تابعني أنا ما تابعهمش كاملين في غرفة الجنايات الجريمة الأشهد لا قصمهم شي بشل ابتدائي وشي بقى بالجنايات هلش هذ العملية ما تدارتش معي أنا انت ما عندك تعالى بريافة تاباته عدم التبليغ تحاكم في الرباط ونخليه الخلي لا قال لك وحيته أنه تفكر هات الشي كله نفس قاضي التحقيق دار جونج دار الإجراءات في واقع عبود تشابهة عنده جريمة الأشهد ده هي القتل وعنده عدم التبليغ إذن كلهم كانوا يتحاكموا في نفس الجنايات لماذا حالهم مقصومين لماذا هذه العملية ما تدارتش معي؟ لماذا الإصرار على نقول في حوقاش ونقول لس قاضي التحقيق كي ما كنسول بعض المرات بمنتهى الاحتيارات أنا كنقل بعمل مساواة في هذه البلاد السعيدة لماذا كنتلقى واحد السيد متابع بالتجارة في البشار قيادة العدم الإحسان وكتلقى توفيق بعوشين التجارة في البشار وكتلقى أستاذ فستاتش ما بشاش تجارة في البشار ومليك أشوف داك الفيديو داك السيد أنا طالعت عنه أنا شفتهم مقرف وخيانة الأمانة والأخلاق ما شكل حرق على الأستاذ رأخوتين مغاربة على العدل على المساواة نفس القاضاء شنية السوقية عندهم سلطة تقديرية هذا بنت معاه طانوبيلا أستاذ دكتور في المكناس التجارة في البشار عادت يقول لك السيدة لقاها كتنقل قال لها أري لا كارت ناصيون إلا بغير شيء ما ندلكش محضار الغش وكذا وكذا إذا أنا تستغلاني هشاشة وضع لها شاشة شنوفهم بها أنا مش يغل مالية لها شاشة الفكرية ولها شاشة تدكرها هشاشة أنا غتدوز غتنجح استغلال وضع إذن هتكيف أنا أخوتي المغاربة واشحنا خايبين المغاربة منك ندافعوا المساواة دولة المساواة كل شيء يكون فيها عادي لو نوقعنا كصحفيين لو أنك يستفزنك لماذا الصحفي كيبشي بالحبس للسنين ووحدك يقول لي فلوس وعطاها لراسه وإنت أخويا سنة لمين حتى تجيك علاش مزروب من الفلوس كتصرف على وقم خلي فلوس أولادك وتحط وسير دعيها للجامعة إليك تسير شي حاجة سير المحكامة لاش دير القضاء يا أنت أعب وحدك مدورها مع راسك هنت أعب الجامعة خشي حط خشي حط ومش يا أهو عداد منهم ديرنات العملية عداد منهم طالعن عليهم كي ياخدوا الدعم نعم سيدي وماله الخاص والجامعية تعطيه ودير الفلوس والخوات شباك والدولة الدولة غيسة كتجيف الدولة غيسة كتجيف تسلف من عدد ليسه وليم يسواش تشوه الدولة هالناس حارق اللي هغادل هالبحارة تشوه الدولة في عدد من الميل فاتش والمغاربة كي علاء والفلوس موجودة يعني يغيسوا تدمير وغياب المسائل والمحاسب علاش النسمة معلاش النسمة كي يرضاه ويشوفوا المغرب بحركة علاش وعدنا الحول إذن كي يوصوا المغرب مشكلة والفساد وشك معنية وهادا غي ننتقل للمحطة التالية تبعا هادو الخبر أخوتي المغربة تبعا أنا تبعا السيد رئيس الحكومة راحضو كنقوله المحترم انت فاعل في مجال المحروقات عندك إفريقيا ديالك شركة إفريقيا هدا البرلماني هدا البرلماني مسؤول احنا ما بقلناش يعني حقا نسولوك وش ما عنديش حق نسول انت فاعل في مجال المحروقات تيقولك كي يجيبوا الفلول البترول من عند روسيا رخيص وكي يتبع على أساس السوق الدولية وانت هدا بغير وضح هدا التهام هدا صعيب هدا صعيب ووجه الصعوبة فيك هنا انت في موقع مسؤولية راح دائما صعيب وبالأحرم كتكون رئيس الحكومة قسنتيق فيك في قراراتك كترق السلطة التنظيمية كترق السلطة الإدارية قد دير المراسيم قد تاخد قرارات انت واجه البلاد دابة ووجه الحكومة انت الممتيل القانونية دي لدولك راح ما خستكش كون الزغبة والزغبة الزغبة انا ما تقولك شانشي صحيح هدا بره ما ليسو واغي جاوبنا واغي تفاعل معنا وادير لدول اغداء شنو واحد طريقة اللي ولد دابة في السياسة كدر في المغرب شنو وزعمها قولوا اللي بغيتو كيفاش وحن القانون الجنائي واضح حين كان كداب را راكل وشايا الكاذبة كان الجريمة الخيارية والمغربة كانت شدوا بساكن عب الحباسة تعيبها الله والأماوي الأماوي الأماوي كنقولها لكم الأماوي قالوا انت حكومة شفية الشفارة دوز عميد الحبس الأماوي علتوا لا اخويتها من انت المزارة الحكومة هذا برلمان يطرح سؤال خطير انت فاعل في مجال المحروقات سيد رئيس حكومة أنا ما تقول لك وش هد شي صحيح لك يقولوا قانت رح سؤال شنو وش هد شي صحيح إذا ما جاوبت سرع كتأكد أنه صحيح وانت واحد من الفاعل في مجال المحروقات عندك إفريقيا حتى هاتش حال بلادها دار دابا كيفاش وصلنا لهذا العجز في البلاد عجز ما تقدرش الناس كانوا غير تواصل واتهام هذا دار اتهام إما صحيح إما مكدو وما تصادرش علاجها معاديا للمغرب هذا برلماني ينتمي لحزب معارض في البلاد وما قال هاتش إلا عنده معطيات وصمتك كي أكد هاتش ولي أكد هاتش لقدر أنا كنقول لا قدر أنا ما بغيش نتيق وش كفى على قابل الاستثمار وصورة البلاد وصورة المؤسسات والتيقاء وولاء الناس لمؤسسات والشعور والاستقرار والساكينة واللحمة الوطنية ركوشي كيتوشب هاتش وخوش الخطورة أنا فينك نتعصب قاعدين توجه ما رح يقولك عبتاني كان جبد معهم بعض الزملاء الناس لك يقول لك فرنسا حالك العادي وفرنسا إذا بقى أحد الفاعلين في مجال المحروقات مش هي الطوطال إذن هذا الخبر عنده علاقة هو بطوطال إذا كانت فرنسا هي اللي حركت البرلمان الأوروبي وتعادينا وبيين لي يا كيما كي يقولوا كذا ولا شكي وبيين لي بتمشي معاك مش هي نحس بك كتضحكوا علينا تقول لي فرنسا مخرج لي بالغ في البرلمان الأوروبي ما عنده تشيء آتار اقتصادي ولكن الواقعيا نرى شركة التوطال الفرنسية كتبيع لي وفكروا فيها أخوتي البغار بعد دقيقة بعد دقيقة تحط فيو هات القائلات ولا باعش عند دينو فكروا فيه نوودي الحيحة على فرنسا أنا مشي معك واخ وادحكش علي يا واخ فرنسا زيد ويطلق بحساب هاد البرلماني خليتيني فرسال إشعة ورسالة وبغي نخرط معك في الحملاء ضد فرنسا دبق أنا عند خارط الحملاء ضد فرنسا إيوه عند هك ألقى فرنسا كتفرس فيها ها المسؤولين ها فرنسا البيترول لا خليت تاكل الفلوس لمشي مشكلة وإن فرنسا والبرلمان الأوروبي وقال لك مؤتمر نرى يا أخوتي إيش يدو عدير الباشار في هاد البلاد أتيرى وصلت واحد المستوى بالليد مقادرة يكدب ينافق يعيش وولاد ويضرب على راس والصرف نحس الوطن ما بقى هاش هاد الباشار غريب قيت عامة وها فرنسا الطوطة رمعني يبدو رسالة راتية فعل مجال محروقات إذا الفرنسا كتجيب لي بيترول مدرح دروسيا رخيس المرسالة ايو خرجوا قولوا لاشي عاجب لا خلي فرنسا طوطال لا معناش مشكل مع الطوطال مهم عندكم مشكل يو كيفاش باش نحس نكينا معركة ضد فرنسا ايو ها طوطال لا هي داخل فاتش ويقدر عكو كدب وعود ضح دين ندوات واصل لا خلي الطوطال طوطال مش مشكل عاش سيو المزوط غري محطة هنا الأخيرة هو المرشحين الامتحان ديل المحامات كما يعلموا البعض دخلوا في إضراب عن الطعام دخلوا في إضراب عن الطعام في سابقة ولا في فاجعة لا سابقة لها أخوتي المغربة أخوتي المغربة قسكم تعرفوا بأنه اليوم كان عيش مع أسوأ حكومة في تاريخ المغرب كان نقول لاش أخوتي والله تبين منتع المسؤولية ووريوني شي وزير في تاريخ الحكومات المغربية ننظم شي امتيحان ولا مباراة وعرف هات الشي هات الفاجعة هلاش هات الناس تشبتين بالمعركة ديله هلاش هات الناس وصلوا وفضلوا لموت واش عملكم شي واحد دوز متيحان وفضل لموت لأنه تجمعت لديهم معطيات أنهم تعرضوا للظلم مكين بس في أي دولة يقدر يظلمك رحنا نقول لكم مع القضية على فرنسا تسمعوني الشي فرنسا رفيها الظلم رفيها الظلم فيها الظلم وفيها الفعيل وفيها التحرمية وفيها الرشوة وفيها الفسد كل شي كين فرنسا عادوا شنو اللي بزيان فرنسا عملي كتبشين للقضاء كتبشين للقضاء ما كي ما قلت لكم مرة أخرى الوزير تكونت وزير العدل كيتتابع ساركوزي كيتتابع شيراك كيتتابع رئيس الوزراء الأسبق هادا فرنسوا في هون ودينا ودخل الحبس وزير المالية فعاد ودخل الحبس هنا شنو زعما أنا أخوتي المغربة يبقى في يد بلاشي واحد من هادا الإخوان شوفوا أخوتي المغربة الوزير تقولك أنا غلط أنا خرقت القانون واش كون أنت غلطي ما قلت مغلش نقوله شي مصطلحات واش الوزارة ديالك السيوه بي واش تسيبه في المغربة أخوتي المغربة يو المغربة اللي في الحبس كلهم يخرجوا وغلطوا شوفوا شو دار واحد لكون متحان وقرر القرار الوزاري والقاعدة تقول خصف تبوزين أشكالي يكون قرار الوزاري اللي بغيزين ومين حصل حصل سمعوا عبارة حصل قال لك قال لك واجلنا تلخر والناس اخذوا الإجازات وخشينهم يه وقال لك وبعد الناس ازدناهم تلخر هادو كلناس اللي ازتي علاش هم ولي نجحوا عدد منهم سوءة علاش الناس اللي ازتيهم ولي نجحوا قال لك أنا أغلط شو أخوتي المغاربة الوزيرة أنا أغلط هتعرفوا هادي كوكن نفسي كوكن أي قرام دلحتيرا المغاربة والتوابية الأمة المغربية سوء وزيرتي يقول لك أنا أغلط نحن في وزارة العلية تسهلنا كثيرا وهذا ما أطار رأشيهية البعض هناك من جاء بالوتاقي لأخر لحظة وأنا خرقت القانون هذا صح التعبير حينما قابلت واني تسجل حتى أوليك التي نجحوا متأخرين خرقت القانون وسجلنا نسل أخر والناس دا باك يدروا يضرب عن طعام كيموت وموقع الطعام مساكن حسوا الحجرة ومش يتمل المشكيل وراه في فرنسا يقضر يدي الوزير العدل بحلوك الفرنسي ما له شنوزع مشكول هو فرنسي أنا عندي سؤال في فرنسا في فرنسا دارت هات الشبهات والناس داروا الشيكايات لا تحركش القضاء لا تحركش مؤسسات الدولة هذا وزير طرف المغاربة وزير ولدون جاح وزير ولدون جاح واحد مرة يقول لك البعض ولا ما تخشيش ولده ولده مغريبي ولده لا اقتدى الحال فضله عليا هو يا حبيبي محترم ولكن لا تسمح له وضع به دوز الامتيحان واش كنتفهمه هذه ولا لا ومغريبي ومن حقه في الشغل وحقه في الخدمة وحقه 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 ومشيت أخلاقيا بغيته أخلاقيا بغيته قانون انك انت طرف في الامتيحان انت الوزير انت رئيس اللجنة شنية الضمان انت موطنعش للأجو يبين وزير ما خلش ولده وزير يدو رحا ديالي ما نتابه ولوش المغاربة أخطر ماكين في القيص اعطيوني في تاريخ الدول يليجب تولي حالك اعطيوني وزير منظم كونكور متيحان وولده الجح في ذاك المتيحان اعطيوه لي فرنسا بريطانيا بلجي نقدر نقول الغلط قصما وربو العزة وانا كنعطيكم مهنة يلي ما كيحملوش هذالقانات من أنصار وهبي ومن أنصار أخنوشو من أنصار اللي بغيتو انا كندعوكم هنا وكنفع معكم تحدي الدول الديمقراطية اعطيوني وزير منظم متيحان في قيطاعو اللي هو وولده الجح بين الناجحين ولا بنتو اعطيوه لي قدر نقول معارف شمع تكون متطالع وعارف الأسئلة وقدر أعطيها لك المرؤوس رعا مرؤوسك وواحد بغي يترقى بغي يقول لي كاتب العام تم وذكره ولدك كبتك رغزك تأمن وإنسان تضعف قدام مع عاطفة ولده إذا انت اختري تكون وزير العدل ولدك يدوز كونكور في بلازة أخرى سنة تدوز أو اللي ضح يختار انت غدير عسله ما يمكنش توازيره وولدك ولا محابي في المتحال انت منظموا واش الناس يبقى الله أصحبكم هاتش سهل لاش الناس مساكن بشاول هات السلوكات طبعا احنا ما نقابلوهاش وانا من هاد المنبر كان نقول لإخوان أنهم يطالوا بحقوقهم يتشبتوا سيدي وخالوا مؤسسة ما تفعلش معهم يبقاوش هاددين لأننا تشي الروح عزيزة عند الله وتحجة ما تستحق الإنسان يموت من أجلها تحجة ما كالصح إلا يعني يموت الإنسان في سبيل الله ولا في سبيل الوطن ولا في سبيل الله ما يموتش الإنسان على الخدمة أنا كنحس بالمرارة كنحس بالحقرة ولكن كنقول لإخوان ماشي هذا هو الحد صحيح كنحسوا بهم ولكن كنقولوا هناك نقولوا المسؤولين وعتقوا هاد الناس قرام لاني محسوس بالحقرة عباد الله ووض الوزير ووض الناقيب 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 وهذا وش هاد عادي هاد شي وش هاد شي عادي هاد شي عادي أسمع ما كيناش أسمع معاودة رقم معرفة كيف دائرة يجي وزيد دين الدول تصافي وتسمعوا هات الشي هكا ومغاربة وربي لدي مخدامش أخوتين مغاربة ركي يبغي نخدمات يبغي كده عيبوا عار هاد المشاهد نشوفوا حلها هاد المشاهد شوفوا أخوتين مغاربة شوفوا وش هدي مشاهد ناس يتزفلها بناس نقررين أولدي باش نشوفوا فلابينانس أمين نصلها شكرا لما نسأله وتضامنه ضغط الدم الآن المستقر نعاني من ألم الرأس والأمعان هل يشهد المغاربة دير من هذه الحالة وكي يقول لي يا بيتس كاتبليان مغرب دولة ديمقراطية نصوص احتجاج بلدنا هي بلد ديمقراطي دولة ديمقراطية ناس كدوزهم في حان كيموتو دولة ديمقراطية الوزير معاك عنده النصف دير الشركة وكي بيعو شري دولة ديمقراطية رئيس الحكومة 40 مليار دلم دير المحلوقات هم؟ دولة ديمقراطية شوفوا تصاورنا شكرا لمن سألوا تضامن لازلنا قادرين إذن أخوتي المغاربة كنجدوا تضامننا مع هذه الفئة ونقول بأنه وقعت مجازر في هذا الامتح الناس تحقرت وكلما الناس ما كيفتحوش باحتفات الشي كلما كيأكدوا الناس صحة هذا الشي يكعدنا قوضات هذ القوضات المغاربة هم من الدول الأموين الحبس على تهمة هم والدول الصحفيين الحبس والدول الحقوقية للحبس هذ القوضات المغاربة لماذا لا يتابعوا كل من أساءل هذا البلاد؟ هذي أمة هذي دولة هذي دولة أخوتي المغاربة راح الناس يسيئونا إلى الدولة راح تصمت يسيئوا للدولة راح هذ الطريقة باش كيتعاملوا وشنو كيطلب بلاد معا تحقيقة أخوتي المغاربة؟ وش هذا مطلب؟ وش معدنا مؤسسات؟ شنو الأسلوب؟ شنو الميصاج من هاتشي؟ ما عندكش بالاغات توضح؟ ما عندكش دينة وصحة فيها؟ كيفاش هذا العجز؟ شنو واقع في البلاد؟ من المكيمو وتخليبو ها حقا لادرنا معي دسروا واحد فلسفة قد لدان شي نهار خصي حلقة علاق العقليات والأفكار كيفاش كتدلع واسمون لا غايد دسروا واشغالي دار إضراب واشغالي وقف دار وقفة واشغالي واشغال ألا صعب يخص العيبة هايبة هاتي بتلوزير ومود الوزير وبتخالت الوزير وليه خدام عدد الوزير وليه خدام في الديوان دلوزير ودعم الوزير ها دمو الألفين اللي خدمو عزيزي انتدلتي امتيحة وقد قولو نجحت 8% وطلعته 12 مية تلوزير شكون انت شكون دك 12 مية شكون وعليش ولاد المحامون كل مولا والمحامون وعليش ولاد النقابة ومرتو وخالط الناقيم وعليش انتو مالنقابة المحامون يا أهل المهنة قابلن هاتشي حي تخدمو لكم ولادكم دي الرسالة مهنة المحامات الرسالة تخليوا دبوا ولد الناس مساكين يتكريموتو وعندي واحد القادية نتمنى هاد واحد المحطة كانت زوينة وانعارف هاد الفكرة غتجرح البعض ولكن كلمة حق تدخل تحية لكل من أشرف على تنظيم الحفل التكريمي البرادة الناقيم انا بغيت انتسار ماشي البرادة نذكره لا ننتصر لأخلاق برادة ولروح برادة وفلسفة برادة ورسالة برادة برادة مكاشكوش على الظلم انا بغيت نفس الناشخة كما نضمناه وتجمعه من كل طيف حقوقي نجمعه لهذا الأرواح هاد ولدات المحامون نجمعه على المعتقالين في الحبس دي مشتودين بغينا نشي حفل بحل هكك بهيش بقاعات والنيقاش ونشي نسمع فلال والقي وسي عم من أجل بلادنا خالي القضاء قال كلمتون احترموه بغينا الفراج فينا هما المحامون والنقباء والسياسي ليش ما تجمعوش على الإفراج على المعتقالين أو لا تجمعو على على بحل هاد المؤلمين في دين المحامون شي حادات السلطة غدتفعل معاكم كينا فعل مش مخاليين تدري مساكن دبتدري كل قاولين وبعليهم مع كامل أسف كنتمنا الرسالة توصل وهدي مش شيئسة أنا كنحيلي دالديك المبادرة بالرادة ويستحق ولكن كنقول لكم بنفس الفعل كي مدلنا الواحد سيد مات خسنا تصوروا بالرادة اللي هو عرف كي ما كان يقول وكي ندي أو تريقة خلق كي البشار ما يفهم الشي حويش نقولوا بعد مرة بغيت يتدير الخير ديروا عفل لي حداك تقدر تدخل الجنب لا ما تمشي ما عشنو الدير دير عصا دقافش مرة ما قد ما عندما تخلص لها الكراه ولا دير شي عملية رايقدر ربي ما عشنو يدير الكراه بعد مرة الخير عقريب كذلك بالرادة الروح دياله بزيان التذكر دير وعجبني هاد خطو ولكن يتصوروا كامل على الاعتقال السياسي في المغرب أو للصحفيين يخرجوا وناشد للدولة عادي القضاء أقل كلمته وشلطة دات خدمتها حلا دس يديمون شمع مدني وشلو ما نهضروا ديروا وحد دعوانا بله وخالي السلطة وبطريقة مأدبة ومخلقة هكذا كامل هشي بناء دبقاس هكام كنشكركم متتبعات المتبعين القناة وإلقاء